توفي الممثل الفرنسي الشهير ميشيل بيكولي والذي ظهر في أفلام شهيرة لمخرجين كبار مثل لويس بانيون وجون لوك جودار عن عمر يناهزه الرابع والتسعين عاما في عشرين مايو 2020 وعلى الرغم من أنه أقل شهرة للعالم المتحدث بالإنجليزية فقد كان بيكولي في أوروبا ووطنه فرنسا ومسقط رأسه باريز عنوان لسينما رفعة المستوى بدأ حياته العملية في الأربعينيات من القرن الماضي وشارك فيما يقارب مئة وسبعون فيلما وعمل حتى أواخر تمانيات من عمره جاء أبرز ظهوري له خلال فترة الموجة الفرنسية الجديدة ليقف أمام الممثلة الشهيرة بريجيت باردو في رائعة جودار عام 1963 بعنوان كومنتين بقبعته الشهيرة وحجبه الكثير لكن أعمال بيكولي أيضا مع مخرجين ومشاهير آخرين في أوروبا ستظل محفورة في الأدهان أيضا ومنها أعماله مع جون ريناور و جون ريفيت و جون بيير ميلفيل في فرنسا و ألفريد هيتشكوك في بريطانيا و لويس بانيون بإسبانيا بالنسبة للمخرج الإسباني ما التالب بيكولي مع كاثرين ديناف في بيلدو جوه عام 1967 والفيلم السحري للبرجوازيين والذي حاز على جائزة أسكار أفضل فيلم أجنبي عام 1973 ورغم مشاركته في فيلم الإطار النطق باللغة الإنجليزية توباز للمخرج الكبير ألفريد هيتشكوك عام 1969 و 1969 لم تنطلق مسيرة بيكولي في هوليوود في أوروبا حصل بيكولي على عدد من الجوائز منها أفضل ممثل في مهرجان كانت سينمائي دولي عام 1980 عن فيلمه Leap in the Dark لماركو بيلوتي والدب الفضي في مهرجان برلين السينمائي عام 1982 وسترينج أفر للمخرج بير غارني ديفر كان آخر الأدوار البارزة للممثل في فيل ناني موريتي عام 2011 تحت عنوان وهو أبوب والذي عرض للمرة الأولى في مصابقة مهرجان كانت سينمائي تزوج بيكولي ثلاثة مرات من إليونور هيرتز والمغلية جوليت كريغو وآخرا من لودفين كريغ وأنجب ابنة من زواجه الأول تدعى آنا كورديليا وظل متزوجا منها حتى وفاته شكرا على حسن المتابعة المشاهد تيفي قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابنوا وفلاشين يوتيوب وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديروا جام ترجمة نانسي قنقر